على تقسى المرتقبة لنهار الغد فالأجواء ستبقى غائمة جزئيا بالمناطق الغربية لكن مرفوقة بأمطار ستزداد غزارة اتدام من ظهيرة الغد وخاصة على المرتفعات الداخلية الغربية لإشارة فقط احتمال أن تكون أمطار رعدية ومعتدبارة ستمتد إلى المناطق الداخلية الوسطى مع نشاط رادي فيما يخص منطقات السورة. الأجواء غائمة جزئيا فيما يخص السوحلة الوسطى والشرق الجزائري أقصى الجنوب الجزائري بسحراء الوسطى ومرتفعات الهوغار والتاسيين خلال هذه الليلة وليصباحة لغة درجات الحرارة الدنيا لن تتعدى 18 درجة بالمدن السحلية 15 درجة بالجفة 16 بالبيض 23 بيتيرت 16 درجة ببتنى 15 درجة بقسنطينا وسطيف 18 درجة بتزيوزو لن تتعدى 21 بشمال السحرات 27 درجة فيما يخص إليزي أدرار إنصالح 25 بتنرسة جاناتي تقاريب 30 درجة بأقصى الجنوب أما عن ظهيرة الغد بحول لها الحرارة القصوى تبقى في استقرار 27 درجة بالنبس 32 درجة بالجزائر العاصمة 31 بوهران ومصط غانم 34 درجة بتزيوزو 27 درجة بالجلفة 28 درجة بالبيض 35 بالنسبة لغليزاش 32 ببتنى لن تتعدى 34 درجة بشمال السحرات 41 بأدرار إنصالح 39 بإليزي 35 درجة بتمنرسة جاناتي تقاريب 40 درجة بأقصى الجنوب فيما يخص الملحة والصيد البحري فالبحر سيبقى قليل الإضطراب على طول الشريط الساحلي سرعة ريحة 49 كم في الساعة على السواحل الوسطى و30 كم في الساعة على السواحل الشرقية والغربية هذا بنسبة لنهر الغد بنسبة للأيام القليلة القادمة نستهلها بيوم الثلاثة الأجوال ستبقى شبهة رعدية على السواحل الوسطى غائمة جزئيا بالشرق الجزائري والسواحل الغربية لكن نشاط رعدية مرفوق بأمطار احتمال أن تكون رعدية على المعتفعات الداخلية الوسطى والغربية ستمتد إلى شمال السحرات درجات الحرارة قصوى أن تتعدى 30 درجة بشمال الوطن 38 درجة بشمال السحرات 42 بأقصى الجنوب يومي الأربعة وحتى يوم الخميس بحوله اضطراب جوي مرفوق بأمطار احتمال أن تكون معتبرة ورعدية على المرتفعات الداخلية الوسطى والغربية ستمتد إلى شمال السحرات الأجوال غائمة جزئيا فيما يخص المدن السحرية لكن الأجوال غائمة جزئيا فيما يخص الشرق الجزائري منطقة الوحاد مناطق الجنوب الشرقي للوطن بسحر الوسطى أقصى الجنوب أما عن درجات الحرارة القصوى تتعدى 31 درجة بالمدن السحرية 26 درجة بالمدن الداخلية 20 درجة بشمال السحرات 42 درجة بأقصى الجنوب